منك وإليك من اليوم ما تغلي والو في كلبك مساء الخير مساء النور مساء الحب مساء العشق مساء التفاؤل مساء الروعة روعة حضراتكم وإنتم تتابعوا هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منك وإليك حلقة جديدة وطبعا قضية جديدة من صاميم المجتمع المغربي كتحمل توقيع لطيفة من مدينة مراكوش لطيفة كنت تعيش مع أخوتها حالياً لأن أباها ومها توفعوا ولكن المشكلة ستبدأ في حياة أباها ومها لطيفة تقول أنه كانت تعيش مع أخوتها واحد الحياة أسرية جيدة وهذه الحياة الأسرية بدأت تدهور شوية بشوية تدهورت على إثر زواج ومن ثم نقصها أخوت جديدةNT تدهورت استطلاق развитاء المنزل والجيد imagined زوجج ماشي لأنه مخطبها حد ماشي لأنه فيها شعيب بالعكس جميلة مربية متخلقة وحتى هي قارية ولكن لأن الاختيار ديالها كان هو أنها تعتاني بباها من أنه يحس بالاهتمام ديالولاده حتى واحد في الولاد دياله مبقى كيسول فيه بشكل كي يتمنى هو كيمرض كيسيقوا له الخبار أنه مرض كل ما يخسروا عليه قليفون كي ينجوش في مراكش والد وابنت مزوجين بالأسر ديالهم وكي ينجوش في مدينة أقادير وكي نختي واحد آخر في الرباط هذه الأخوة بالنسبة لهم بهم قابل أختهم كي يتم مشكل مشغولهمش فيه الأب ديالي كي يبقى فيه الحال وبستمرار كان كي يتكلم معي فضل الموضوع على درجة أنه شحل من مرة كي يبكي وكي يخبي دموعه وكي يقول لي يا بنتي أنا هاد الولاد ما طامعش فيهم ما بغيش يعطوني فلوس ما بغي منهم حتى حاجة مادية ولكنه أنا في هذا العمر كانت مني يسغلوا فيها يجيوا عندي يزوروني وكانت النكبة دياله الكبيرة لما داز واحد العيد وحتى واحد ما جاء موالفين على الأقل إلى ما جاءت وحدك يجي واحد وشي كي يغطي على شي في ذاك العيد بقيت أنا وابا عيدنا بجوش ما عمرني شفت بابا حازين ولا مكسور بحل هذا النهار كان هز التليفون وكان عيط لهم فلانا عيطي لباك فلان سوء لباك فلانا انه هزم وراء الرجل لا يوجد كيف ندير وراء المرأة فلانا وراء لدينا ومنا ننخلي وهم وهم وزيد 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 من الحجاج واما مع ذلك نحاول أنه تقول لطيفة نخيط بخيط بيض ما بين ابا واختي إنما طوال هاد الشيء ودهز العام من الأول والعام الثاني والعام الثالث ونفس التصرف لهذه الأخوة لدرجة أنه يقول لي أن أبنتي أخوتك كانوا مع مرين الضار ويأتي وير من اللي كان تمك ولكن من اللي لم تتمك أبنتي سبق لي تعاملت معكم ومع أخوتك شي معاملة خيبة لكي نستاهل هذه المعاملة وسبق حرمتكم من شيء وسبق تعديت على شيء واحد فيكم ياك ما عمرني كنت آناني اللي يريد زوج كان نقول له الله يربح اللي يريد زوج ما عمرني طمعت فيهم خدموا وعمرني ما تسنت شيء واحد يعطني شيء فلوس ولا نقول ولدي خدموا ولا بنتي خدمت غدا ترد لي لا كان الرباح ديالي هو أنني نشوف أولادي سعادة في حياتهم هذا الشيء الذي نستاهل نستاهل هذا الإهمال نستاهل أنه ميت ديافية حتى يقول ما كنتيش عندي انتياب انتي لاطيفة كيفاش كانت غتكون الحالة ديالي أنا مرض ما نلقاش اللي يمثلي ياكاس ديال ما أنا مرض ما نطيح تلقوني ميت جود ثمن فوخة كانت غرغر عيني ويبقي بكي في واحد نهار خرج ابوا في الصباح و قبل ذلك نهار رأيته أنك يقلب على الوراق ويتواصل مع عشي حد في التليفون ذلك نهار من اللي خرج أرجع في العشية و قال لي في الصباح سأمر معي قال له أين أبا؟ قال لي أعد ممشي معي سيدا ، لأمي سيدا. وقال له ما هو أبا؟ سأبيت شيء في شيء أو شيرية شيء قال لي يا ابنت سألتس بتي لا تكتهي العسائر الله يرضي عليك لأجيب أن أمي سيدا برداني عندي نرى عندي نرى عندي نرى وقال يوجد كل شيء لأمر وقال الوراق وملفات وقال كل شيء موجد قال لي ابنت سيني لماذا أريد سنة يا أبا؟ قلت لك سنة سنة؟ سنة سنة تزيدها ماذا يا أبا؟ بنتي أنا قدرت بيع وشرب كل مكان أنت شريتي مني يلا سنة أبا لماذا أبا؟ أنا لم أقوم بعمل معك هذا الشيحة ماذا؟ أنت ركبا ركبا وشعفتني يا أبا؟ أنا لا أريد أبا بنتي قلت لك سنة سني يعني سني كتقول لطيفة عملت جميع لمحاولات مع أبا حتى أوقفني بواحد الكلمة لطيفة هالسخط هارضة يا تسني يا مليوم ما نبك ما انتي بنتي ما لقيت حتى الشيحة كتقول لطيفة الحل الوحيد اللي كان عندي أنني سنيت أنني سنيت ومشيت الأيام وجات الأيام وتولات الإجراءات وجاب لي أبا بجموعة هذه الأوراق كلها تملكني كل ما كي ملك أبا بما فيه الدار اللي نساكنين فيها أبا 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 النساكن من الميت لقد أبا و لكن أقلبت ولكن قلبي و أبا أدخذ مراسيم من المعركة و لكن أدخذ و أدخذ أدخذ المنزل وعلى بابا ونقلسون هطرقو وجوخوتي قليختي لاطفا تراك ساكنة في الدارة مكيش اللي غي حضر معاك ونحن را عمرنا ما ننساو الخير دياليك وكنت جامع لنا بابانا وراه دابا ما عرفنا القيمة دياله احتمال الله يرحمه تبختي الدارة انت ساكنة فيها احقق خوضيه وعيشي فيه ونحن را تحاجة تحاجة لا تخسر لك خاطرك انما راك عارفة كل واحد فينا سيبغي هذا الطريف اللي اللي بقى من ريحة الواليد اللي يرحموه تشمو فيه ريحة الواليد ها تشمو فيه ريحة الواليد ولا تاخذوا الفلوس تخسرهم على عيالتكم وعلى رجالكم وعلى أولادكم من أب في آخر عمره ملتوه هذا الشي اللي كنت كانت تقول في خاطري خلوا لي يا هدرا ومشاو ان شاء الله من بعد غاد يرجعوا باش نعطروا فاتش ورغى يكون معنا أمي احنا را بغينا كل شي يدوز في الأمان وحنا را ماشي الخوط اللي غامده ندرزو على الواليد راه اللي كانت ما كنت شي مشكل هناك تقول لاطيفة بالنسبة لي بدا المشكل هنا بدا المشكل لأنه كل مكان يملك ابا في سميتي بعشرة يعني هدخوتي كل هما يسالوا والو والمصيبة الكبيرة أنه بغ وهو فرش الموت اللي بنتي اللي بنتي هل تعرفين هالصخط والرضا سيحن نتيش سيحن نتيش سيحن نتيش وردت مني شي واحد من هذا شي يدرهم الامتاب انت ترحمي اما هما اللي لا يترحموا والدم اللي امانه امانته وبقيتنا الان في مشكلة ما سنقوم كيف سنوصل هذا خوتي اللي هم بانين امال على مخل الواليد الحمد لله خيره كان كبير وكثير والارض والدار والدار هذا الشي يكون له فلوس صحيحة وهم كل واحد دير المشاريع ديالو فهضرتهم معي في التليفون كل واحد شنو باغي دير كل واحد شنو باغي دير كل واحد شنو باغي شري وكل هم تلاحفين وقتاش ياخدوا حقهم دبا انا حير شنو نعمل وهذا علش توجهت ليكم كان عرف انني لقيت لهم ما كان غادي نفقدهم ويمكن تنظم مشاكل كبيرة ما بين نحن الاخوت كيف ما كان الحال مع امور كان بناتنا شعيب اخوتي ماشي خيبين مزيانين ولكن للأسف خيوبيتهم ملداتهم الحياة وشغلاتهم على اقرب الناس لهم دبا عاد وكيبكي وبا با با هذه خيوبيتهم الوحيدة أما علاقتي معهم علاقة مزيانة ديال الاحترام ديال الحب بالمناسبة أنا لأخت الوسطة في العمر ما ناش الكبيرة وما ناش الصغيرة سؤالي لكل الناس اللي غادي يشاهدوا ويسمعوا القضية ديالي من خلال البرنامج منك وإليك شنو ندير وكيفاش نتصرف توقيع لاطيفة من مدينة مراكش